خليني يا دكتور راسل حضرتك في البداية ايه اهمية حصول مصر على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات ويعني ايه؟ يعني ايه حصول مصر على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات معناه ان المعايير دي تم الاعتراف بيها عالميا وده بيضع برنامج الاعتماد المصري للمستشفيات في مصاف البرامج المرموقة عالميا وده أهميته إيه؟ الحقيقة هو مهم للمواطن اللي هو المنتفع بالخدمة زي ما حضرتك قلتي ومهم كمان لمقدم الخدمة وكمان مهم للدولة لأن الدولة في الآخر المشروع ده هو أكبر مشروع صحي بتقوم به الدولة حاليا هو مشروع التأمين الصحي الشامل فأي أهميت ده بالنسبة للمواطن؟ مهم لأن المواطن هيتاح ليه خدمات صحية آمنة بتحقق له اللي هو عايزه بتتيح ليه الشفاء والوصول للغايات اللي هو عايزها من الخدمة وفي نفس الوقت مرضية وكريمة متمركزة حول المريض لأن احنا عندنا قسم كامل من المعايير اسمه المعايير المتمحورة أو المتمركزة حول المريض بقرة الاهتمام بتاعة المعايير لما تصغط كانت المريض المهم لمقدم الخدمة لأن احنا المنتفع بالخدمة زي ما حضرتك قولتي ومهم كمان لمقدم الخدمة وكمان مهم للدولة لأن الدولة في الآخر المشروع ده هو أكبر مشروع صحي بتقوم به الدولة حاليا هو مشروع التأمين الصحي الشامل فهي أهمية ده بالنسبة للمواطن مهم لأن المواطن هيبقى هيتاح ليه خدمات صحية آمنة بتحقق له اللي هو عايزه بتتيح ليه الشفاء والوصول للغايات اللي هو عايزها من الخدمة وفي نفس الوقت مرضية وكريمة متمركزة حول المريض لأن احنا عندنا قسم كامل من المعايير اسمه المعايير المتمحورة أو المتمركزة حول المريض بقرة الاهتمام بتاعة المعايير لما تصغط كانت المريض المهم لمقدم الخدمة لأن احنا كلنا أو يعني أغلبنا كأطباء لما كنا بنسافر خصوصاً اللي بيسافر من هنا دول الغرب أوروبا أو أمريكا كنا دائماً بنرجع من هناك عندنا ثقة في أن احنا عندنا كفاءات مصرية كويسة لكن بينقصنا اللي كنا دائماً نقوله بينقصين كده أن يكون عندنا نظام المقصود بها اللي هو نظام لإدارة منظومة الصحة على مستوى مستشفى أو قسم أو مجموعة مستشفيات أو 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 المعايير دي بتضمن وجود ده المعايير دي بتضمن لمقدم الخدمة حوكمة مؤسسية وحوكمة كلينيكية يعني يبقى فيه أنظمة للعمل يمكن قياسها لأن المعايير بتطلب القياس كمان يمكن قياسها ويمكن تطورها بشكل دائم ومستمر نعم دكتور خلييني أسأل حضرتك فده أهمية حصول هذه المعايير إيه هي معايير الاعتماد اللي تم على أساسها حصول دولة المصرية على هذه الشهادة يعني كيفية الحصول على هذا الاعتماد الدولي تمام ده سؤال كويس قوي ده بيبين الجهد الكبير اللي قام بيه فريق العمل في الهيئة على مدار فترة أكتر من سنة ونص للتطوير هذه المعايير المعايير دي بتقيم وفق مبادئ وقواعد بوضعها الجمعية الدولية لجودة رعاة الصحية لها الإسكوا ودي جمعية عالمية غير مستقلة غير هدفة للربح بتقيم أنظر معايير الاعتماد العالمي المبادئ بتاعتها فيها مبدأ الأول بيتكلم على منهجة وضع المعايير ومبدأ بيتكلم على طريقة القياس ومبدأ بيتكلم على الحوكمة والقيادة ومبدأ عن السلامة وإدارة المخاطر دي المبادئ بتاعت الجمعية إحنا علشان نتواكب مع مبادئ الجمعية الدولية لجودة رعاة الصحية جبنا فرق عمل مصرية عشان تضع هذه المعايير وكان عندنا هنا الفلسفة بتاعت إننا هناخد الطريق الأصعب إحنا كان ممكن نجيب خبراء من برة في شهور يعملون لنا المعايير دي بس كنا هنبقى دايما محتاجينهم لأن المعايير بتتغير كل 3 أو 4 سنوات فكنا كل شوية نبقى معتمدين عليهم إحنا قلنا نوطن صناعة المعايير في مصر فأخذنا الطريق الصعب واستثمرنا في المصريين وكمان علشان المعايير تبقى متواكبة مع الواقع المصري فجبنا خبراء من جميع أطياف مقدمي الخدمة المستشفات بكل تبعياتها مستشفات وزارة الصحة جامعة قطع خاص جيش شرطة من كل خبرات مصرية محلية وخبرات مصرية عالمية أيضا جبنا خبراء مصريين عندهم خبرات عالمية علشان نبقى بنوازن هذا الوضع وبتحط مسودة للمعايير وبعد كده بنبدأ ننزلها للاختبار أو بنبدأ نعملها مراجعات داخلية وخارجية الخارجية دي أنا بنبعثها لكل أطياف مقدمة كدما ناخد رأيهم فيها وبعد كده مسودة المعايير دي بنزلها للاختبار الميداني في بعض المستشفيات وبناخد رأي هينفزها فهل دي قابلة للتطبيق ولا لا وده عملنا على نطاق واسع في مصر وبعد كده بنبدأ ننزل نختبرها تجريبيا كاختبار للتقييم وبعد بتمر بمراحل طويلة احنا بقلنا أكتر من سنة بس دكتور خليني يفهم من حضرتك حاجة هل هذه العملية بيتم تطبيقها على أي نوع من المستشفيات قطاع خاص ولا حكومة ولا جامعي وهل المستشفيات بتتقدم علشان تحصل على هذا الاعتماد ولا بيتم اختبارها من قبل حضرتكم العملية بتحصل ازاي تمام هي دي المعايير دي بتطبق على جميع أنواع المستشفيات سواء العامة أو الخاصة وحتى المستشفيات الجامعية ومراكز المستشفيات اللي فهم مراكز أبحاث أو مراكز تدريبية زي المستشفيات الجامعية لها فصل في هذه المعايير وده حاجة كويسة أني نقول هي المعايير عبارة عن إيه الكتاب بيبدأ بوصف لازاي المستشفى ممكن تقرأ الكتاب ده وتستخدمه في التطابق مع المعايير وإنها تحسن خدمتها باستخدام هذه المعايير بعد كده فيه سكشن كبير للمعايير المتمركزة حول المريض اللي كلمت حضرتك عليه وبعد كده فيه المعايير المتمركزة حول المؤسسة وإدارتها وحوكمة المؤسسية وفي الآخر فيه فصلة عن أو سكشن كبير عن المعايير الإضافية وده اللي هو فيه المعايير اللي تخص الأبحاث الكلينيكية والتدريب والتعليم وزراعة الأعضاء وإلى آخر إزاي بيتم تقييم المعايير دي المستشفى بتقدم وبعدين بنبعت لها طول كده آداء للتقييم الذاتي وبنبدأ ندربهم على إزاي استخدموا أو ندعم قدرتهم على إزاي قيموا نفسهم ذاتيا الأول لأننا هدفنا أن الناس تنجح تستخدم المعايير ومستوى أداءهم يعلى وينجحوا إحنا مش الهدف أن الناس تسعت خالص يعني فبنديهم أداة التقييم الذاتي دي وبنسهل لهم إزاي استخدموها بحيث أنهم يقيموا نفسهم لما بيلقوا نفسهم مستعدين بنبدأ نبعت لهم فرق التقييم فرق المراجعين بيروحوا على مدار من ثلاث لخمس أيام بيقيموا المستشفى بجميع أركانها يعني جميع أقسام المستشفى وجميع الخدمات اللي في المستشفى بيتم تقييمها خدمات الطبية والتمريضية والصيدلية والطبية المساعدة والخدمات الإدارية وخدمات كل شيء بيتم تقييم